أخوتي 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوع اليوم سنتحدث عن الرحلات السواء الاستثنائية أو الرحلات العادية من المغرب إلى إسبانيا وفرنسا وإيطاليا كذلك سنتحدث عن الرحلات الجوية من الخطوط الملكية المغربية إلى بلجيكا الناس الذين كانوا يتحدثون أن بلجيكا غلقت الحدود لا يا أخي الرحلات راح ما زال موجودة وغادي نحطها لكم بالرسمي وبالمباشر كذلك غادي نتكلم لكم على واحد سلالة جديدة تاني ظهرات هذه سلالة غاستن نسميها الراغد لأن هذه سلالة إيطالية جديدة احتهية من بعد السلالة البريطانية ذي الكورونا والسلالة الجنوب إفريقية تم اكتشاف أنه في إيطاليا كانت سلالة احتهية من الكورونا من الكوفيد 19 لكن لم يكنوا حاسين بها اليوم تم اكتشافها بأنها كانت من شهر 8 يعني هذا كما تقولوا في المثال المغربية سيسميه الراغد يعني كان راغد من شهر 8 يالله بأليهم هذا باب شهر 12 في الفيديو إن شاء الله سنوضح لكم كل هذه الأمور إذن لا تنسوا بعيد بعد الفاصل سنواصل إذن كما تشوفوا اليوم الحالات الوبائية في إيطاليا 8,585 حالة الإصابة بالكوفيد 445 حالة الوفيات وكما تشوفوا أن الحالات يعني أصبحت الضعف حالة الشفاء 14,675 يعني بمعدل سلبي 6,539 نتمنى ومن الله سبحانه وتعالى هذا الوباء يمشع لنا إذن كيف ما قلت لكم في البداية في إيطاليا تم اكتشاف سلالة جديدة سماوها La variant italiana يعني سلالة الإيطالية من بعد ما كانت السلالة الإنجليزية وسلالة الجنوب إفريقية تم اكتشاف هذه السلالة الإيطالية وقالوا أن هذه السلالة الإيطالية رأى أخطر من البريطانية والمشكلة في الموضوع أن هذه السلالة الإيطالية رأى كانت موجودة من شهر 8 يعني ما كانواش حاسين بها وما كانواش عارفينها وهي كانت تخدامة يلا تم الاكتشاف ديالها واللي صرح لنا بالموضوع هو الدكتور أرنالدو كاروزو البرزدنسي ديالا السوشيطة إيطاليانا دي فيرولوجيا في كين هذا يعني في الانفرسيتات ديالستودي ديالبريشيا قال لهم بأن هذه السلالة هذه البريانتي إيطاليانا يعني موجودة في بريشيا يعني اكتشفوها في بريشيا ولكن ما كانوش عارفينها يعني الله تم الاكتشاف ديالها وعلنوا عليها اليوم لهذا نطلبهم الله سبحانه وتعالى أنه يحد هذه السلالات لكل مرة تتخرج من دولة وتقولوا دولة اختارة من الأخرى نطلبهم الله هذه السلالة الإيطالية يعني تمر مرور الكرام وتدوز احتهية مع هذه الجلبة وأشنو تقولوا بخصوص يعني هذا اللقاح اللي سيسكلموا عليه ذابا تقولك بأن هذا اللقاح مع هذه الفريانتي إيطاليانا مع هذه السلالة الإيطالية راه يجدي نفعا لأنك كيف ما قلت لكم راه اللقاح لا يقتل الفيروس ولا يقتل أي شيء اللقاح يرفع المناعة فقط يعني إذا كانت يرفع المناعة راه يكون ضد سواء الكورونا 19 ولا الكوفيد 19 ولا حتى الكوفيد 20 ولا سلالة بريطانية ولا سلالة جنوب إفريقيا ولا أي سلالة أخرى غادي تباني من بعد راه دائما الجلبة تترفع غير المناعة ما تتقتل الفيروس إذن غادي نمر للرحلات الاستثنائية شركة بلياريا راه غادي تنظم واحد الرحلة استثنائية من طانجا من ميناء طانجا إلى ميناء الخزيرات نهار 3 شهر 1 2020 وراه تسجيل مفتوح وأنا غادي نخلي لكم الرابط الناس اللي بغوا يتسجلوا رامع لي مغير يعمروا المعلومات غادي يرسلوا لكم واحد الرابط باش تخلصوا وتسافروا إن شاء الله وراه هنا مسموح للناس اللي عندهم سواء السيارة أو حتى من غير السيارة أنك تمشي يعني بخصوص الناس اللي عندهم السيارة غط غط هنا على سيارة توريز وتتعمر المعلومات أشنو السيارة الموديل ديالها وتتدير واحد الرقم ديال الطارقة ديالك يعني الرقم بلاكة ديال السيارة أنا هذو أرقام غير عشوائية رمشي صحيحة غير باش نورل للناس كيفاش طريقة ملء الطالب لأنه في القبل كان سأني مجموعة من الأشخاص اللي كانوا يعني تغلطوا كذلك الضغطي للكوندوشانتي يعني الناس السائق هذا الاسم ديال السائق إلا كان غير بوحذور غير اسم السائق واسم مسافر نفس الاسم كان السائق واحد وراكب معه واحد خر في المسافرين ستدروا أسماء أخرى إذن هنا درنا الأسماء الاسم الشخصي والاسم العائلي والرقم ديال البرمي دياله كذلك فين يعني هنا فتاي يعني كين غير فتاي ما كينش لبيت وهنا الباساجيرو يعني الباساجيرو كما تقول الإسبان هنا يعني تدير الاسم دياله وتدير الاسم العائلي وتدير منين أي مدينة هوجة من المغرب وكذلك تطلبوا منك احتى العنوان وتقول لك انت فين غادي في إسبانيا انت تدير يوم احتى العنوان المتجه إليه وكذلك المدينة قلنا مدريد هنا تدير فين يعني عندك جنسية ولا غامقيم وتدير كل المعلومات الأخرى الجنسية ديالك يعني هنا رأي معلومات سهلة وبسيطة وتدير رقم الباسبور ديالك وهنا الصلاحية دياله امتى غادي تنتهي وتدير في الأخير الرقم الهاتف ديالك ودير الإيميل وتما يعني تضغط على هذا كلهم بأنك موافق وتدير كونتيني يعني اوكي تقول لك رأي توصلنا بالطلب يعني صحيح ومن بعد تتسلنا تيجيك واحد الإيميل ولا تقدروا يعيط عليك في التليفون وهانت يعني غادي يرسلو لك الرابط ومن بعد خلص ونتمنى لك سافر موافق بالنسبة للرحلات الجوية الرحلات الجوية مع الخطوط الملكية المغربية رأي كينين من بريكسيل إلى كازابلانكا ومن كازابلانكا إلى بريكسيل يعني إذن كما تتشوفون نهار 26 يعني غدة و30 و1 وجوج وراء الأسعار يعني أتمينة 123 أورو حتى 150 على حسب انتاء الكلاس اللي بغيتي تمشي فيها إذن تضغط على انتاء الكلاس اللي بغيتي وراكينين جوز رحلات في اليوم من بريكسيل إلى كازابلانكا راكينين جوز رحلات كما تتشوفون جوز طائرات وكينا من كازابلانكا إلى بريكسيل إحتهية يعني طائرات متوفرة الحدود يعني مفتوحة ماشي الحدود ولكن الصفر الرحلات راها مفتوحة ولو أن المغرب ساد الحدود ولو بلجي كساد الحدود ولكن الرحلات الاستثنائية راها دائما مفتوحة كما تتشوفون من دار بيضاء إلى بريكسيل راكين غير بـ 80 أورو بـ 118 نهار في شهر واحد كينا بـ 80 أورو في شهر واحد دائما نهار 11 ونهار 10 ونهار 12 اختاروا أنتم الوقت اللي بغيتوا راها الطيارة تتبشي مع 12 و40 دقيقة من المغرب إذن معليكم إلا تختاروا اليوم اللي بغيتوا وراكم إن شاء الله بإذن الله غادي تسافروا بإذن الله وراه الطائرات تصل مع الربعة وقسم إلى بلجيكا إذن غادي نتكلموا على الرحلات البحرية من المغرب إلى أوروبا أول شي غادي نبدأ بالرحلات من جينوفا إلى طنجا كما تتشوفوا من جينوفا إلى طنجا في شهر 12 ما بقى تشير رحلة يعني في شهر واحد كينا نهار جوج وسبعة وحداش وكيما تتشوفوا هنا في شهر جوج كينا نهار ربعة ونهار ثمانية ونهار تلتاش ونهار عشرين ونهار خمسة وعشرين هذو في شهر جوج الرحلات تنجا إلى جينوفا يعني ستشوفوا دائما شهر 12 رحلات لا يحتاج رحلة في شهر واحد كينا رحلة نهار ربعة ب 477 نهار نهار تسعود 477 نهار 14 441 18 400 1 نهار 32 401 27 352 اما في شهر جوج الناس كينا كينا شهر جوج في فبرايو يعني 314 نهار 1 314 نهار 6 ونهار 10 28 ونهار 15 ونهار 22 28 اما نهار 27 253 اورو من فرنسا إلى الناظر يعني إلى المغرب من الساة إلى الناظر الرحلات في شهر 12 كينا رحلة واحدة فقط نهار 27 ذائر 21 16 اورو اما في شهر 1 كينا نهار 6 ولكن عامرا كينا نهار 10 16 كينا نهار 14 21 21 21 21 ونهار 21 21 21 بالنسبة لشهر جوز يعني من الناظر إلى ساة يعني في شهر 12 كينا نهار 31 ولكن الرحلات يعني ولكن الاماكن عامرا كذلك في شهر واحد رحل نهار 8 حتي عامرا نهار 12 عامرا نهار 16 عامرا ونهار 23 عامرا اللي بقى هي نهار 31 ب 312 اورو اذا بالنسبة للرحلات للرحلات لتنجا كانت نهار جوز في شهر 1 ونهار ونهار 288 اورو بالنسبة للرحلات 323 نهار 10 290 ونهار 250 ونهار رحلات العودة من تنجا إلى الساة في شهر دسمبر لم يكن رحلة لتنجا أنهار 4 ونهار 27 ولكن عامرا وممكن تقلب من بعد وممكن تلقاء بعض الأماكن شغيرة كذلك في شهر جوج نهار ربعة 190 ونهار ونهار 250 أورو في شهر فبراير من تنجا إلى الساة الناس سبانيا مع غراندينافي فيلوشي رحلات بارسلونة إلى تنجا في شهر دسمبر تم الإلغاء جميعاً وفي شهر واحد تم الإلغاء وكذلك في شهر جوج من بارسلونة إلى تنجا ونفس الشيء من تنجا إلى بارسلونة تم إلغاء الرحلات في شهر 12 وفي شهر واحد وفي شهر جوج يعني تم الإلغاء ديالهم ما كنين حتى شي رحلة حالياً كذلك من بارسلونة إلى النادور نفس الشيء تم إلغاء كل الرحلات ذهاباً وعودة وما تنسوناش بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس وبارتاجي الفيديو مع الإخوان والأخوات ديالك وإلى عجبك الفيديو اضغط لايك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة